يقول كم راح من عمري و انا ودي اتوب كم راح من عمري و انا ودي اتوب و لو لا الهوى و النفس كان مستايب عشرين عام امني النفس بالتوب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب راحت حياتي بين طالب و مطلوب و لي خاطر لو طبت ما هو بطيب و خاف من يوم به الموت مكتوب لحول بي بين العوج انه صايب في منزل مظلم عن الناس محجوب محجوب حتى عن نسيم الهبايب و صار الكفان يا ناس يغني عن الثوب و فاركت ربعي و لهل و القرائب ما عاد فيها جاه و اموال و اسلوب و لا عاد فيها حب خشم و طلايب خدعني التسويف و غريتني دروب من يا من الدنيا و غدر النوايب يا الله يا فارج على كل مكروب يا واحد بمرك تهون المصايب يا من تقلب بين صابيعك قلوب خلقتها من بين صلب و ترايب يا غافر لمن جالك و كلها ذنوب عبد ضعيف و جاك تايب و نايب يا رب لو قلبي صخر عندك يذوب يا من الهيبتك الجبر خل خر تايب اتوب ثم عود و اعود و اتوب ما هي عجيبة و انت رب العجايب من المهد للحد ترى الوقت محسوب من ضاع شيء و ما بقى شيء غايب يا ربي ما لي غير رحمتك مطلوب من لي سواك ان جيت يا رب تايب كم راح من عمري و انا ودي اتوب و لو لا الهوى و النفس كان مستائب صحر سان ما شاء الله ابد 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 استاهلوا على عماركم صيدة زيادة بالنحيط ما شاء الله صحر سان شاعر و صح ما شاء الله لقاءت الجميلة في بس تنبيح التمايل لانه من عقيدة هالسنة والجماعة انه عند الحديث عن اسماء الله و صفات خاصة في الاصفات و الصفات مثل السمع و العين و اليد ان الانسان لا يتحرك في ايدي مثلا يقول بين اصبعين ولا بين اصابة يقول العلماء لا يحرك حتى لا يقع التشبيه في اذهان السامعة و المتلقي احسن فينبغنه عندما تلقى صفات الله و اسماء صفاته يمسك الانسان فما يقول ينزل الله او بين اصبعين و اصابة الرحمن حتى لا يكيف او يشبه احسن الملحوظة الطيبة جميل ما شاء الله